مرحبا بكم في قناة مطبخ جيب الادراما مع فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم جبت لكم واحد الطبق ديال همو الشان وديال تحمير تلوجه هالطبق هدا هو عبارة عن سمان معمر بالفغميسال مملح تيقوا بيا هالثمان هدا كيجي الديد وكيجي اروع ما يكون وخصوصا بها الطريقة هدي اللي غدي نشاركها معكم كانت مني يعجبكم قبل ما ندوزوا المقادر وطريقة التحضير ما تنسوش لياللايك واشتراك وتعليق وخغير كلمة ودابا غدي ندوزوا معكم باش نشوفوا المقادر وطريقة التحضير غانبداوا باسم الله على بركة الله بالمقادر وغدي اما حديكا نخدم وغدي نقول معكم المقادر غدي ناخد اربعات الدروس ديولتوما هاد المرحلة الاولى هي باش نعملو لقامة للسمان ولا يابد دمت ضغمري السمان وتعمليلي لقامة باش كيجي كبنين وعادة من بعد غدي نشارك معكم العمارة اللي انا غدي نعمر بيه هاد السمان هادا ضفت دويما ديال زعفران وغدي نضيف واحد نصف معلقة صغيرة ديال ليبزار وغدي نضيف واحد نصف معلقة صغيرة ديال سكين جبير وغدي نضيف واحد نصف معلقة صغيرة ديال خرق ومعرق غدي نضيف واحد شوية ديال الكامون تقريبا حتى هو واحد نصف معلقة صغيرة غدي نضيف واحد شوية ديال تحميرة باش كي يعطي واحد لبنة زوينة بالنسبة لها تسمان هادا حتى هي نصف معلقة صغيرة وغدي نضيف واحد شوية ديال سمن تقريبا حتى هو واحد نصف معلقة صغيرة تهية كتكون معلقة ما مسوحة ما تكونش عامرة بزيف غدي نضيف حامضة غدي نعصر العاصر ديال حامض غدي ناخد غير العاصر دياله وغدي نضيفه على هاد الخالط هادا وغدي نعمل واحد شوية ديال الماء باش كرخف هاد هاد توابل هاد حلا هكوا غير واحد شوية صافي وغدي نضيف واحد شوية ديال زيت البلدية غير تقريبا واحد المعلقة كبيرة ديال زيت البلدية وغدي نحرك العناصر ديالي وغدي نحاول ندغمر السمان في هاد لقامة هادي ولا بد من ندغمرو في هاد لقامة باش كي يجي بنين هنتو ما السمان ديالي را كنت غاسله ودي را في الكونجيلاتور وماني بغيت نستعمله جبتو هنتو ما مغسول منقع لحقو طريقو تقبيرا وخكيبان بانه صغير وورو ما ما فيه لادا ولكن راح بنين والله العظيم لابنين تقبيرا كي يجير بنين كتبغي تبدلي شوية للأكلات ديالك ولكن مني جربت هاد السمان هادا حتى هو بنين بنين بزاف صافي غدي نحاول ندغمر هاد السمان هادا في هاد لقامة هادي صافي وعادة من بعد غدي نرجع معاكم باش نشاركو العمارة اللي غدي نعمروا بها هاد السمان خليكم مع الصور وغدي نرجع معاكم بعد مدا غمرنا السمان مزيان في ديك لقامة شطت علينا هديك لقامة غدي نخليوها باش نضيفوها في الحشو اللي غدي نعمروا به السمان بالنسبة للحشو غدي ناخدوا هاد البول غدي نعمل فيه زيتون مقطع وغدي نعمل حامضة مسيرة حتى هي مقطعة غدي نعمل الشامبينيون حتى هو مقطع كل شي كتقطعي هرقيق انا عملت كل شي في الهاشواغ وعملت الشامبينيون نواغ حتى هو مقطع وعملت شوية القصبر ومعد نوس حتى هو مقطعين غدي نضيف الماغ مثال بعد ما عملته في الماء مغلي وخليتو حتى ترخف لها صفيتم زيان وقطعتو حتى هو ولا بد ما تقطعي دلتنا هاد الكمية حينت غدي نعمر السمان وغدي اللي بقاليها غدي باش نزين به الوسط دي السمان ديالي بعد ما غدي نحطه في الطابق غدي نضيف معلقة صغيرة ديالي الهريسة الهريسة على حسب الدوق ديالك بغيتها تجي شوية حارة بغيتها تجي شوية محارة موالو شوية مرخوفة مبين وبين غدي نضيف واحد المعالقة كبيرة ديالا صوصصوجة غدي نضيف واحد المعالقة صغيرة ديالكامون ونضيف واحد نصف معلقة صغيرة ديال الفلفل الاحمر يعني ديال تحميرها غدي نضيف تاني الهريسة عملت الهريسة المعجونة ديال غدي نعمل الهريسة اللي كتكون ناشفة اللي كتبعد العطار هاد الهريسة هدي كتكون بنينة احت هي غدي نعمل البودرة ديال التوم احت هي غير واحد نسمعها لقصغيرة غاية سوف نجيب هديك الدغمير اللي احنا شاطت عنينا اللي احنا لقمنا فيها السمن سوف نضيفها على هاد العناصر هدي اللي احنا جمعناها سوف نضيفها على هاد العناصر هدي اللي احنا جمعناها دوقي على حسب الحرورة بغيت تزيدي شوية الحار بغيت تنقصي شوية اه بغيت يماشي حار بزيف هدك الشي علاش على حسب الدوق اي واحد غدي نضيف واحد شوية ديال زيت البلدية تقريبا واحد اربع كاس ديال زيت البلدية صافي وغدي نحرك العناصر مزيان صافي غدي نضيف واحد شوية ديال الملح الملح كتخلي حتى الاخر حين تكون زيت والمالح كتكون تكدوقي كتتصيب شوية ناقص لكم الملح عادة كتضيف الملح اللي بغيتي القياس اللي بغيتي بالنسبة صافي بعد ما خلطنا الحشو ديالنا ده بغا نبدو نعمره في السمان ديالنا على هاتشكل حال هاقة ما غدي نسدوه لب خيط لب والو حين تغنديروه في اللاطة وغنديروه في الفرن غير غتعمره مزيان وصافي وغتحطي حتى كتكملي الكمية ديال السمان ديال الكامل اللي عدي غدي نكمله وعادة غدي نرجع معاكم باش نشوفوا الطريقة اللي غدي نطيبوا بها هات السمان هذا غدي نخليكم معا الصور وعادة غدي ارجع معاكم باش نكمل معاكم الوصفة ها هو السمان بعد ما كان عمروه ونقاطوه على حق وطريقوه بحال هاقة طفي غدي نكمل قاع السمان اللي عدي كاما غدي نعمره علي هاتشكل وعادة غدي ارجع معاكم باش نشوفوا الطريقة ديال الطي ديال هات السمان هذا بعد ما كملت التعمار ديال السمان هو هدا كامل كنسدو ما كنسدو ما كنخيطوه مويل وكنحطوه هكا صافر جيلات وما كنجمعوش معا البعض دياله وكنخليو بحال هاكا العمارة ديالتي ها هي اللي شاطت عدي هي هادي غدي ناخد بابي سوفي غيزة هو اللي غدي نكمل فيها هاد العمارة هادي حتى غنعملها في الفرن مع السمان عدي باش تحاول الطيب اليتاي وحات شوية في حالة تفور ليها صافي غدي نعمل لها بابي أليمينيوم بعد ما غدي ندير لها بابي سوفي غيزة وغدي نحزمها بخيط عدا مباشرة غدي نعمل لها بابي أليمينيوم على هاتشكل كما كتشوفوا معايا صافي وغدي نحطها جانبا بموجة السمان ديالي صافي مباشرة غدي ناخد لطا ديالتي غدي ندير فيها بابي أليمينيوم في الأسفل وفوق منه بابي سوفي غيزة غدي نستف السمان ديالي على هاتشكل وغدي نحاول نغطيه بابي سوفي غيزة من الفوق وغدي نعمل عليه بابي أليمينيوم ونحاول نستف جميع الجوانب باش ما يتحركش لي السمان ديالي كيفور بأنه بهالطريقة هدي كتعملي السمان ديال كيفور لك في الفرن هنتو ما كنحاول ستف السمان ديالي باش ما كيخسرش ليه غدي نلمط أنا السمان ديالي مزيان ما كنخليش يدخلي حتل هو من أي بلاثة باش كيفور وباكاش كيجي طريقة الطاهي ديالو زوينة غدي نخليكم مع هالطريقة هدي أرجع معكم طفي بعد ما جمعت السمان ديالي عليها تشكل كما لحتو معي طفي غنعجو نعمله في الفرن المدة الطاهي ديالو هي الساعة المقانة ما تفوتيهاش ساعة المقانة غتصيبي بأن السمان ديالك طاب على حقه وطريقه اتقوا بيه غدي يعجبكم وغدي طيب على حقه وطريقه بعد ما طاب ليه جبتهم الفرن حيتعليه بابي سوفي غيزة وحيتعليه بابي أليمينيوم كان نشوف السدر ديالو كان نشوف الفخيدات ديالو بأنهم صافي طابوا ومزيانين صافي كان ناخد شوية الزبدة كان نضيف عليها شوية الهريسة كان نحاول ندهن السمان ديالي من الفوق ونعمله في الفرن حتي كي يدهب لي اللون ديالو ومباشرة غدي ندوزو باش نقدمو غدي نخليكم وعادة غدي رجع معكم بالنسبة لطريقة التقديم اي واحد يقدم على الشكل اللي يبغى انا غدي نوريكم غير هالطريقة هدي اللي انا بغيت نشاركه معكم كان ناخد البلاء كان نعمل فيه الخص مغصول على حقه وطريقه كان نحاول ستف السمان ديالي على هالشكل وبالنسبة للفغميسة اللي احنا عملها حتى هو فار معاه كان عمله في الوسط هانتوما وبالنسبة للجوانب غدي نعمل نعمل ضغميرة اللي انا عملتها بالبصلة وبالكبيدة والقنيسات ديال السمان وبشوية الزيتون والحامد بالنسبة للضغميرة كان ناخد البصلة كان قطعها كان نضيف عليها الكبيدة والقنيسات اعملي عليهم لاقامه شوية سكين شبير شوية البزار شوية الخرق ومعارق شوية الدو مديز عفران شوية السمن شوية الملح وشوية الزيت سافي كان سد عليها غير شوية كتحسي بالبصلة ديالتك خفضات سافي وكتفع لها وكتعري عليها وكتبقي تحركي بالمغيرف كتضيفي عليها الزيتون وشوية تلحامد المصير سافي وكتبقي تحركي مره مرة تحركي تاكتحسلي على الضغميرة ديتك على حقه وطريقة صافي كان زيين بالنسبة للجوانب كان زيين بهالطبا يثلات هادو ديال الدغميره وبشوية الزيتون ملقم صافي هادية الطريقة ديال التقديم ديالي بسيطة ماشيش حاجة اللي صعيبة مبغيتش ننصعب على الطبق ديالي صافي كانت منا تجربو هاد السمان هادا اللي انه كيجي رائعو كيجي لدي تتقو بيا والله العديم تغيي يعجبكم وتعجبكم هالطريقة هادية اللي عملت بها هاد السمان هادا كانت منا تعجبكم وتجربوها وكان شكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التعليقات ديالكم زوينين وما تنسوش لي البنات قاو معايا في الدعم ديالكم في التعليقات وفي الملاحظات ديالكم وكان شكركم وغنخليكم مع الطبق هادا ولكمالدي الزين ديالو وقنقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة